موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدينا صباح النور والسعادة وراحة البال صباحنا دائما يتجدد معاكم عبر صباح الشرقية هذه المنصة اليومية اللي تقدم لكم كل يوم موضوعات مختلفة تتناسب مع احتماماتكم وأكيد اليوم الاثنين يعني مجهزين لكم فقنات تراثية وموضوعات متنوعة اتهمكم وفتيكم طبعا مثل ما تعودتوا مشاهدينا خلونا نشوف معاكم بعض العناوين الخاصة بحلقتنا لهذا الصباح أكبر رجل اختتام برنامج صناعة تربية واعية لمراكز التنمية الأسرية احتفال دائرة الأشغال العامة بيوم المسن العالمي استمرار العروض المسرحية بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة من بعد ما شفنا معاكم عناوين حلقتنا لهذا الصباح بناخذكم بجولة لآخر الأخبار المحلية الخاصة بدولتنا الحبيبة وأيضا إمارتنا الباسمة وأيضا المنطقة الشرقية ونبتدي معاكم بصحيفة الخليج مشاهدينا اليوم عندنا الكثير من العناوين وأكيد ننتقي لكم أبرزها لهذا الصباح وأول عنوان عندنا بتوجيهات ومتابعة الشيخة جواهر ربع قرن تنفذ استطلاعا حول بناء جيل إماراتي يقود المستقبل بتفاصيل هذا العنوان مشاهدينا بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيسة مؤسسة ربع قرن وأيضا تحقيقا لأهداف مؤوية لإمارات 2071 الرامية إلى إعادة جيل يحمل راية المستقبل ويتمتع بأعلى المستويات العلمية وأيضا الاحترافية وأيضا هناك القيم الأخلاقية والإيجابية دعت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمتكرين المواطنين من إمارة الشارقة بأن يشاركون في استطلاع الرأي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة بهدف تعرف على آراءهم وحول طبعا المؤسسة وتفعيل جهودها وتطوير عملها وأيضا تعتبر مؤسسة ربع قرن التي أطلقت في نهاية سبتمبر في العام الماضي أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية أيضا هي طبعا تعمل على بناء وتطوير المهارات الفكرية والقيادية للأطفال والشباب طبعا على مدى 25 عاما وأيضا تحديدا من عمر 6 عوام وحتى 30 عاما طبعا مؤسسة ربع قرن المشاهدين دائما ما هي تكون بصدد كل ما هو جديد يفيد بناء المستقبل وأيضا دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات من خلال اهتمام بالأطفال وأيضا الشباب مثل ما ذكرنا هي تهتم بألفاءات العمرية من طبعا عمر 6 عوام وحتى 30 عاما هذا هو الاهتمام الكبير من قيادتنا في دولة الإمارات وأيضا إمارة الشارقة وأيضا نشكر الشيخة جوهر على هذا الاهتمام الكبير بصناعة القادة والمبتكرين في إمارة الشارقة أما عنواننا التالي أيضا مشاهدين ورش في الشارقة لمناقشة قضايا الطفولة أما في تفاصيل هذا الخبر مشاهدين يستعد مكتب الشارقة صديقة للطفل لتنظيم ورشة تدريبية في الشهر الجاري حول المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل وأيضا بهدف ترسيخ إطار عام للإستراتيجية في عمل إعلامي عربي ومشترك باستناده على مبادئ أخلاقية ومهنية في طرح قضايا الطفل العربي أما طبعا الورشة تقام تحت شعار إعلام صديق للطفولة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفل اليونسف بطبعا الشراكة كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرامج الخليج العربي للتنمية أكيد أيضا مشاهدين مثل ما نرى في هذه الأخبار الاحتمام بالطفل هو شيء جدا مهم لذلك نرى إمارة الشارقة دائما مهتمة بهذه الفئة العمرية وأيضا تأهيلها للمستوى المطلوب إن كان من التعليم أو حتى من المعيشة فلذلك نحن نحظى باهتمام كبير وأيضا نضمن لأطفالنا وأبنائنا مستقبل راقي في هذا المجتمع وأيضا في دولة الإمارات لذلك نشكر كل من قائم على هذه المبادرات الجميلة وأيضا الداعمة للطفولة أما بانتقالنا إلى أخبارنا التالية أيضا عنواننا ملتقى الشارقة للسرد اليوم في الأقصر المصرية طبعا في تفاصيل هذا العنوان مشاهدين تنطلق اليوم لمدة ثلاث أيام فعاليات الدورة الرابع عشر من ملتقى الشارقة للسرد التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة ويحمل طبعا الكثير من الأمور وللمرة الأولى خارج الإمارات في مدينة الأقصر جنوب مصر وأيضا يحمل الملتقى عنوان القصة القصيرة ورهان التجديد ويشتمل على محاور ستة يتم طرحها ومناقشتها في مجالس صباحية وأيضا مسائية هي القصة من التراث إلى الخيال الغيري وأيضا المرجعيات الثقافية في القصة القصيرة وأيضا القصة القصيرة من الخيال إلى الواقع المتوهج والقصة القصيرة وأيضا الشبكة العنكبوتية وتواصل أم انقطاع والقصة القصيرة جدا ومحاولات التأطير وتحويلات القصة القصيرة ما بين الجماليات والضرورة لذلك أيضا هنا هذا الملتقى الذي تنظمه إمارة الشارقة بالتعاون مع الجهات المختصة وأيضا لأول مرة بجمهورية مصر العربية بأن نتبادل الخبرات ما بينها وبينهم بما يخص المسرحيات القصيرة وأيضا النصوص الممكن أن نستفيد منها على المدى البعيد على خشبة المسرح وأيضا تطوير المهارات الموجودة عندنا في دولة الإمارات وأيضا إعطائها لكل من يمثلها في دولة مصر أما انتقالنا للخبر التالي أيضا مشاهدنا طبعا الشارقة للفنون تطلق مشروع لقاء مارس طبعا في تفاصيل هذا أيضا الخبر افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون مساء أمس الأول في الساحة المرجية بمنطقة التراث في الشارقة وأيضا في معرض مشروع مارس 2017 في دورته الرابعة ويستمر حتى 30 ديسمبر المقبل وشارك في المعرض أربع فنانين عرب هم العنود العبيدلي وناصر نصر الله من الإمارات وسفيان زوقار من الجزائر وأحمود الصفدي من لبنان وأكيد تثمن المعرض أعمال فيديو وتصوير فوتوغرافي ومنحوتات وأعمال تركيبية متنوعة تندرج ضمن مفهوم الفنون المعاصر وهي في مجملها تستفيد بشكل كبير من التاريخ في إمارة الشارقة المعاصر ضمن حدث محدد ألا وهو إعادة اكتشاف مفاهيم البيئة لذلك أيضا هنا نرى المشاركة من الفنانين لاكتشاف هذه المفاهيم الجديدة للبيئة وأيضا مواكبتها مع التغييرات في هذا العالم لما يتطلب هذا التطور لذلك هنا نرى مشاركة أيضا من الفنانين إن كانوا من الإمارات وأيضا لبنان وأيضا الجزائر بإثراء هذا الملتقى وإثراء هذا المشروع في لقاء مارس أما أيضا خبرنا في جريدة الخليج مؤتمر صعوبات التعلم يناقش أبرز التجارب وأحدث الأبحاث في تفاصيل هذا الخبر تحت رعاية سمو شيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة تنطلق بعد غد فعليات مؤتمر صعوبات التعلم الأول تحت شعار لتعلم أفضل وأيضا ليستمر يومين وأشارت هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم خلال مؤتمر صح في عقدة في مقر المركز الكائم بمنطقة واسط أمس إلى أن الفعاليات في المؤتمر تقام في جامعة القاسمية بالشارقة ويستعرض تسع أوراق عملية بتناول أبرز القضايا المتعلقة بصعوبات التعلم من خلال نخبة من الخبراء والاقتصاصيين في المجال داخل الدولة وأيضا خارجها ولفتت إلى أن المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المجتمعية باستهداف بالدرجة الأولى للمعلمين في المدارس العامة لتمكينهم من اكتشاف وتطوير مهارات الطلبة من ذوي صعوبات التعلم وذلك بتماشي مع استراتيجيات الدولة إلى التركيز على جهود التعليم وشموليته لذلك نرى بأن صعوبة التعليم هنا أيضا يحظى باهتمام كبير وأيضا هذه الفئة تحظى باهتمام من الجهات المختصة بأنهم يطورون من مهارات المعلمين لكي ينقلوها إلى الطلاب وأيضا تطوير مهاراتهم لصناعة أيضا طلبة قادرين على مواكبة هذا العالم وأيضا قيادة مستقبلهم بما يتطلب هذا المجتمع وخدمة وطنهم وأيضا أنفسهم وأسرهم أما انتقالنا إلى جريدة الاتحاد وآخر أخبارنا لهذا الصباح بالتأكيد خبر جدا جميل وانتشر بشكل كبير هو انقطاع المياه عن مدينة كلبا طبعا في هذا الخبر انقطاع المياه عن المنطقة نتيجة كسر في الخط الرئيسي كهرباء الشارقة تعيد تشغيل وحدات التحليلية بكلبا طبعا تمكنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة من إعادة تشغيل وحدات تحليلية في المياه في محطة كلبا بشكل مؤقت بعد توقفها بنتيجة إطلاف إحدى الشركات التي تعمل في المشروع في الصرف الصحي بكلبا لخط المياه المرتجع لمحطة التحلية بقطر 1800 ملي متر وعلى عمق 9 أمتار مما اضطر الهيئة إلى إيقاف وحدات تحليلية مياه البحر عن العمل وقد أدى ذلك إلى حدوث نقص كبير خلال اليومين الماضيين في الكميات المياه التي يتم ضخها للمدينة حيث أن وحدات تحليلية في المياه وأيضا الأبار التي تنتج ما يقارب مليون ونصف المليون غالون من المياه لا تكفي لتأمين احتياجات المدينة بالكامل من المياه وأيضا التي تقدر بأربع ملايين غالون من المياه يوميا هذه هي تقريبا حجم الصرف المياه لمدينة كلبا أربع ملايين غالون وأيضا كانت هذه المشكلة بأحد الشركات السبب في انكسار أحد البايبات الممدة لهذه المدينة ولكن طبعا كهرباء الشارقة تصرفت مع هذا الموضوع وأيضا أنقذت الموقف مؤقتا إلى أن يتم تصليح هذا العطل لذلك مشاهدين متابعين هذه كانت أخبارنا لهذا الصباح وننتقل معكم نتعرف على درجات الحرارة وحال التقصر اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهذا اليوم يكون عن هوس التسوق والموضع طبعا نتساءل هل نحن من الناس المتهورين وأيضا المهووسين بهذا الموضوع ولذلك نحن نتكلم عن هوس التسوق نحن بحاجة إلى توعية بحاجة إلى خلفية بحاجة إلى أمور كثيرة نحن بكمالها لعقليتنا إن كان من التفكير أو حتى من التواصل المباشر مع ذوي الخبرة في هذه الحياة يمكن البعض يكون لديه هوس من جارب معين في التسوق ولكن بأمان أن حلقتنا تراثية سنربط هذا الموضوع بشكل مبسط سنتعرف ما الفارق ما بين الماضي والحاضر في التسوق أنا لا أعتقد سابقا ما كان يوجد هذه الأسواق أو هذه المتجات المختلفة والمتوفرة في جميع الأماكن فبالتالي سنصلط الضوء إن شاء الله على هذا الموضوع سنتعرف أيضا على الأشخاص والشخصيات المهووسة بالتسوق ورح نشوف كيف ممكن نعالجها بطريقة سريسة وسهلة ولكن يجب أن نقتصد بالميزانية وأيضا لازم تكون هناك جدولة لكل الأمور في حياتنا وبالذات اليومية إذا كانت هناك جدولة سليمة فبالتالي نحن قادرين على أن نمشي بطريق صحيح دون أن نكون مهووسين بهذا الموضوع بطريقة سليمة أما الآن مشاهدين رح نتوقف معاكم لفاصل قصير أقوم بها نواصل معاكم فقرتنا الصباحية فابقوا معنا اشتركوا في القناة